في الثامن عشر من عمرها تزوجت هناء من رجل يكبرها بثلاثين عاما لأنها كانت تشتاق للخروج من منزل أهلها الذي كان كسجن يقتلها تدريجيا كما كانت تظن أن زوجها الثري سوف يطوف بها العالم ويحقق لها كل ما تتمنى ولم تكن تدرك أنها ستجد في منزل زوجها سجنا من نوع آخر أكثر ظلما محرمانا وبعد فترة من الزواج زارت أخت الزوج بيت أخيها وعندما علمت أن زوجة الشابة لا تصلي ولا تعرف الكثير من أمور دينها نصحت أخاها بتطليقها إن لم تهتم بهذه الأمور الدينية لذلك نصح زوجها بالمداومة على الصلاة ولكنها لم تستمع لكلامه يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ولأسباب كثيرة كان يرفض أن يخرج معها متحججا بالتعب بسبب كبر سنه ولم يكن يسمح لها بالخروج بمفردها مع صديقاتها وكان يصر على أن تبقى أسيرة في منزلها على مدار اليوم وهذا جعلها تتعرف بعد فترة إلى مواقع التواصل الاجتماعي ووجدت من خلالها هامشا من الحرية والسعادة رغم ملازمتها للبيت وشعرت أخيرا بأنها على قيد الحياة وبعدها استخدمت بعض برامج الشات حتى حدث المحظور وهو إقامة علاقة مع رجل غريب هذه العلاقة بدأت بمجرد تعارف وانتهت بخيانة إلكترونية ويليث الأمر اقتصر على ذلك فدخولها على مواقع التعارف والدردشة أصبح إدمانا فأصبحت تتعرف يوميا على أشخاص جدد وكانت تدخل إلى عالم الإنترنت بعد خروج زوجها وتضع كلمة مرور خاصة بحيث تمنع أي شخص أن يتعرف على الرسائل الغرامية التي ترسلها أو يرسلها لها آخرون ومع الأيام شعر الزوج بغياب زوجته عنه ذهنيا وعاطفيا بل لم تعد تهتم بحقوقه الزوجية أو مطالبه من طعام وملابس وخلافه فهدتها بالطلاق إن لم تعد كما كانت من قبل إلا أنها استمرت في تجاهله وأصرت على موقفها العدائي والكاره له ظلم منها أن أكثر من شاب ممن تعرفت عليهم سيتقدم لها ليتزوجها وسوف تختار من بينهم أفضل بدين لزوجها ومع إصرارها ناء على موقفها قام الزوج بتطليقها بعد أن تنازلت له عن أكثر حقوقها وبعد مرور عامين من طلاقها لم تجد من يتقدم إليها للزواج بعد أن هرب كل من تعرفت عليهم وظلت سجينة في بيت أهلها إلى يومنا هذا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كان هناك شاب يعيش مع والدته بعد أن توفي والده من زمن طويل وصممت والدته أن تجعله يكمل دراسته وأن تتحمل هي وحدها كافة مصاريفه فكانت تعمل وتنفق عليه وعلى دراسته وتمنعه من العمل حتى يتمكن من الدراسة قبل أن ينتهي الشاب من إكمال دراسته توفيت الأم رحمه الله فحزن قلبه لفراقها وبكى عليها كثيرا ونذر لله عز وجل أن يخرج من راتبه بشكل شهري مبلغا يجعله للفقراء والمحتاجين وفي نيته أن يكون ثواب وأجر هذه الصدقة إلى أمه كما أقسم على نفسه أنه لن تفوته سجدة واحدة إلا ودعا لأمه وأن يتصدق ويبني المساجد ويأتي بالبرادات ويفعل الخير الكثير ويهب ثواب وأجرى كل هذا إلى أمه مرت الأيام وتزوج الشاب وأنجب ولدا سماه محمد وفي يوم من الأيام وبينما هو خارج للصلاة رأى مجموعة من الرجال يضعون براد ماء في مسجد حيهم فضاق صدره عندما أدرك أنه نسي هذا المسجد قائلا في نفسه لقد وضعت في أماكن كثيرة ونسيت أن أضع برادا في مسجد حينا وبينما هو يفكر في ذلك فإذا بإمام المسجد يلحق به ويناديه قائلا بارك الله فيك وجزاك خيرا يا أبا محمد على براد الماء تعجب الرجل من كلام الشيخ وقال ولكن هذا البراد ليس مني فقال الشيخ بل هو منك أحضره اليوم ابنك وقال أنه منك وإذا بابنه الصغير يقبل عليه ويقبل يده ويقول إنه مني يا أبي ولكنني نويت أن أهب أجره لك وأدعو الله عز وجل أن يتقبله سقاك الله من أجره بسلسبيل الجنة دمعت عين الرجل وسأل ابنه ومن أين أحضرت ثمنها يا بني وأنت لا تزال في الصف الأول الثانوي ولا تعمل وليس لك دخل فقال الابن منذ خمس سنوات بدأت أجمع وأدخر المال من مصروفي ومن أي مال تعطيني إياه حتى تمكنت اليوم من شراء هذا البراد لأبرك به كما بررت جددي رحمه الله على مدار سنوات ورأيتك تفعل ذلك دائما في كل موضع وحين فسبحان الله صدق من قال قديما البر دين وسيعود لك يوما في أولادك والعقوق كذلك سيرجع لك يوما ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون توفي الأب وابنه الوحيد يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقامت الأم بتربيته ورغم تقدم الكثير للزواج بها لأخلاقها وجمالها إلا أن الأم رفضت كل المتقدمين وفضلت تربية ابنها كبر الإبن وأصبح شابا وكانت الأم توصيه بالصلاة والتقرب إلى الله ولكنه كان لا يستمع لها ودائما كان مجغولا عنها بسبب جلوسه الدائم أمام الإنترنت الذي كان يعطيه أغلب وقته ونادرا ما كان يجلس مع أمه ويتبادن معها الحديث وفي يوم دخلت الأم عليه وعاتبته أنت لا تشعر بي ولا بوجودي ولا تسأل عني ولا عن أحوالي بسبب هذا الجهاز العين حتى فرض الله لا تؤديه فرد ابنها مازحا أبشري يا أمي فسوف أشتري لك جهازا مثله وأنت تجيدين القراءة والكتابة ولن تملي من جلوسك أمامه طوال اليوم صمتت الأم في حزن وظل الإبن مشغولا عنها حتى كان اليوم المشؤوم الذي رأت فيه ابنها وهو يشاهد أفلاما إباحية فصرخت في وجهه ما هذا؟ اتق الله يا بني ثم أخذت توصيه بقلب الأم وهي تبكي طالما حياتك كلها هكذا فأنا أخاف أن تموت على ما أنت عليه فمن عاش على شيء مات عليه وكعادته لم يهتم الإبن بنصائح أمه بل سخر من كلماتها وطلب منها أن تغادر حجرته ولا تتدخل في شؤونه فخرجت وهي تبكي وتدعو الله أن يتوب عليه مما هو فيه وبعد يومين فقط كانت الفاجعة حين اتصلت الأم بأخيها إمام المسجد وهي تصرخ أسرع يا أخي فأنا في كارثة أسرع الأخ إليها وحين رأته أغمي عليها وحين أفاقت أخذت أخاها وأدخلته غرفة ولدها فإذا بولدها عار الجسد وجالس أمام الكمبيوتر ويشاهد من خلاله فيلما إباحيا ولكنه ميت وأمه تصرخ وتقول لأخيها لم يكن يصوم أو يصلي فما مصيره يا أخي بكى الأخ ولم يستطع أن يتفوه بأي كلمة حتى بعد أن غسله وكفن ودفن لم ينطق بكلمة حتى لا يزيد من أحزان أخته ولكنه قال بينه وبين نفسه من غضب الله عليه أماته بهذه الميلتة وسيلقى ربه هكذا يوم القيامة أمام جميع البشر فقد أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور ينظر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم عم خميس ذكر الدكتور إبراهيم الفقي قصة رجل قابله فقال عم خميس رجل كبير السن يبلغ من العمر تسعة وثمانين عاما وحيد ليس له أحد في عيد ميلاده جلس تحت شجرة لمدة ثلاث ساعات بمفرده فصعبت عليه نفسه وجلس يبكي قائلا لا أحد معي يشارك احتفالي ثم تعب من التذكر والشكوى فنام وعندما استيقظ وجد الليلة قد دخلها حل الظلام فمسح دموعه ومشى في الشارع ليشتري له اللبن وزبادي وفي الطريق صدمته سيارة فأخذوه إلى المستشفى وهناك ظل في غيبوبة لستة شهور وحالته شديدة الخطورة وعندما أفاق قال له الطبيب المعالج عندي لك خبرين أحدهما سيء والآخر جميل الجميل أنك حي فمن صدمك بسيارته كان يقود بسرعة كبيرة وأنت رجل كبير وكان من الممكن أن تموت في هذه الحادثة أما الآخر السيء فإننا اضطررنا لقطع يدك اليمنى أما اليسرى فليس بها إلا أسبوعين فانزعج عم خميس وقال للطبيب غاضبا وفي حالة فعال شديدة حرام عليك كيف سأعيش ليتك تركتني أموت ثم ذهب في غيبوبة لثلاثة أيام وعندما أفاق واجد رجلا يجلس بجانبه قال له عم خميس أعرف حالتك جيدا وسأساعدك فعندي شقة وسأقوم بخدمتك هناك فذهب العم خميس مع الرجل وظل ثلاثة أيام يحلم نفس الحل حيث يأتي له في المنام من يقول له لا بد أن تساعد الناس تساعد المساجين فسأل كيف ويدي بهذه الحالة فقال له صديقه تدرب وسوف تستطيع بإذن الله وظل العم خميس يتدرب حتى استطاع أن يكتب فكتب لمدة سنة خطابات لمصلحة السجون حتى أصبح بحالة سيئة لعدم وجود رد لمدة عام وفي يوم جاء صديقه بخطاب وقال له لك عندي خبرين الأول خطاب من مصلحة السجون تقول فيه من مدير مصلحة السجون إلى الرجل العظيم عم خميس رجل الخير نشكرك من القلب لأنك فتحت باب الأمل للمساجين ونطلب منك أن تكتب أكثر من خطاب للمساجين بأوراق تكون قوية لأنها تتحرك من زنزانة إلى أخرى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ثم أخبره صديقه أنه خلال العام الفائت خرج ثلاثة من المساجين بعد قضاء المدة وجاءوا لزيارتك فدهش العم خميس لأنه أخيرا سيجد من يزوره وطلب من صديقه إدخالهم بسرعة وعندما دخلوا عليه احتضنوه وقبلوه وقالوا له باب خميس اليوم أصبحنا خمسة وسوف نقوم بإرسال خطابات لكل المعاقين والمساجين في العالم وسنكون معا نورا للخير وسوف نكون جمعية نسميها جمعية الخميس ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة